مرة أخرى تطلق قطر أكذوبة كبرى عنوانها الرغبة في مصالحة حقيقية مع الدول المقاطعة لها وكما يقولون في الخليج فإن ليالي العيد تظهر من عصاريها أي أن صحة الرؤية للأمور لابد أن تصاحبها مقدمات حقيقية ملموسة لو أرادت قطر المصالحة لما استمرت الجزيرة في الهجوم المسيء الكاذب المحرض والمخجل على كل من أنظمة وزعماء مصر والإمارات السعودية والبحرين لو أرادت قطر لما أوعزت على الفور لحكومة السراج برفض المبادرة المصرية التي تمت برعاية مصر في القاهرة بإشراف الرئيس السيسي وحضور عقيل الصالح والمشير حفتر لو أرادت قطر المصالحة لأوقفت فورا دعمها المالي للجيش التركي المحتل لليبيا ولعمليات نقل الإرهابيين الحاضرين من سوريا إلى تركيا ومنها إلى ليبيا ودعمها بالمال والعتاد والسلاح لو أرادت قطر المصالحة لأمرت بإيقاف دعمها الصريح والواضح لجماعات الإخوان المسلمين في الدوحة وإسطنبول ولندن وواشنطن وميونخ لو أرادت قطر المصالحة صدقا لأمرت القنصل القطري في غزة بالتوقف عن التخطيط والتمويل لجماعات الإرهاب التكفيري التي تقتل وتصيب أبناء الجيش والشرطة في سيناء لو أرادت قطر المصالحة صدقا لتوقفت عن تأليب حكومة آبي أحمد في إثيوبيا على وضع عراقيل لتسوية حول سد النهضة من أجل الإضرار الجسيم بالأمن المائي لمصر والسودان لو أرادت قطر المصالحة صدقا لتوقفت عن العبث التخريبي في شؤون السودان وتونس واليمن الداخلية لو أرادت قطر صدقا المصالحة لقامت بفك اتفاقياتها الأمنية مع إيران وتركيا التي تعاديان بشدة الأمن القومي لعدة دول عربية شقيقة لو أرادت قطر المصالحة الصادقة لاختارت مبدئيا وأخلاقيا فكرة الخيار العربي وحده بعيدا عن محاولة الجمع بينه وبين خيار تركيا وإيران إذا أرادت قطر المصالحة الحقيقية على تميم بن حمد أن يحسم من الذي يحكم البلاد هل شخصه أم حكم الحمدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر